يا بمشاء الخير نرجعنا لكم بشرح آخر مختبر الختامية الختامية هم بسيطة كل المختبرات بسيطة الختامية لطيفة ما تتضمن معنومات صعبة معقدة تمام يعني وماكو معنومات خارجية فقط اللي مكتوب بالمنجمة و يعني هي اللي هجر بها الكوشية واللاب اللي فات وإن شاء الله يعني نجابون جواب زين وجابون بالفاينال هم زين والميزة واجي تزوج ويعني كل شي حلو نطقي هي هاي شغلات الهيجابية يلا نبدأ بشرح المهتمة هنا على مجرد يقول لنا انه شنو اللي حننشرحه بهذا اللاب حننشرحه نحن ناخذ معنومات عامة عن شنو هو تمام و سنصنع شف بيس شوان حنصنع شف بيس مانتنا تمام الميكانيزم يعني شنية الميكانيكية مع التفاعل مع التكوين شف بيس تمام والبروزيجر يعني شنو هنشتغل بمهن نختبر بحيث نحصل شف بيس اللي يقول شف بيس مره لوف نطيخ الله كهربائي تحياتي نبدأ بالانتروداكشن بالانتروداكشن ديقول لكي شنو الشف بيس يعني عاني شنو عدي برايماري امين لازم برايماري ميشي لا سيكنتري ولا ترشري تمام يجي روح يتفاعل ويا شنو كاربوني الكامبون يعني شنو كاربوني الكامبون يعني يعني كيتون تمام يعني سي دبل بونت او اوكي يعني شنو يعني من هو العالم او اسماخي اللي اكتشف لي شيف بيس هذا وفد عالم فاز بجائزة نوبل اسمه شنو اسمه يوغورشيف واكتشافها ب1864 اي 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 وهنا يرجع يقول لك المعلومة اللي عيدها عليك بكل كلاس مال كامبون يقول لك هاي الكامبون مهمة جدا بالكيميا العظوية و بالمدري شنو فهنا عمد يقول على انو الشف بيس فالدفاع من المركبات مهمة جدا تمام عيني اه يعني لها التطبيقات حيوية كثيرة مثل بروتينات انزيمات والصبغات والى اخره القى بها الشف بيس تمام فيعني شنو نحصل من هذا الاسلاد نحصل انو شنو عاني شنو هحصص الشسم الشف بيس ماتي ممكن يجيك انو شف بيس يتكون نتيجة سكندر امين و كاربوني امين فالتا تقول لها فالص لا امين امين اقول تير شريط اهم امين 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 يعني هاي هي شي يعمل الممكن انو يجيك السؤال هذا السلايد في نتفيش يصغيرون ما للتعقيد يعني بسيطة ان شاء الله نعبرها يقول لك مجرد اش حلقها بالتفاعلات يعني غالب امين باي تفاعلات حلقها شنين اهمية و الى اخر تمام نبدي بالشرح يقول لك شف بيس اول فقارا لحد كلمة سابستريت شو دي يقول لك هنا دي يقول لك عني التفاعلات التفاعلات الانزيمات تمام اللي هي تضمن تفاعل الانزيم تمام ويا يعني هنا يعني ماادة متفاعلة تفاعل ويا الانزيم تمام المادة المتفاعلة بها مجموعة امين او كاربونيل تمام فلما نتفاعل الانزيم ويا السابستريت اللي عدة امين او كاربونيل قروب الانترميديات المادة الوسطية هتكون شف تمام هاي اول فقر نعيدها مرة لأخير لما نعدي سبستريت اللي يحتوي على أمينو أور كاربانيلي جروب يتفاعل ويهي أنزيم حيث اللي هذا انزيم ما تكري اكشن يسمي ما المثقفين زيان فالانترميديات ماتي هيكون شنو هيكون شف بيس جنيجي على الثغرة ثانية اللي هي شوية ندفع أكثر أصعب يقول لك one of the most important types of catalytic mechanism is the biochemical process which involves condensation اللي حد النهاية تمام يقول لك أنه أنا يعني يعدي فاتميكانيزم مهم كلي شو هو هذا catalytic وما ندري شنو biochemical تمام شنو السالفة هنا أنا يقول لك أنا عدي primary amine موجودة بأنزيم اللي هو يعني ال primary amine موجودة بالليسين تمام يعني أنت أربطها عدي أنزيم ب primary amine وال primary amine موجودة بالليسين تمام فلما يتفاعل الأنزيم هذا وهي carbonine group of the substrate تمام حيتكون لي amine or shift base يعني أنا أقدر أقول shift base وأقدر أقول amine نفس المعنى يعني يقول لك مثلا ايمين يساوي shift base هتقول له true يقول لك ايمين لا يساوي shift base هتقول له false تمام معيني anti carboxylation reaction يعني هذا مثال آخر على أنه شنية الميكانيزم المهمة اللي تخص shift base the carboxylation reaction والمثال اللي قبله المثال اللي قبله المثال اللي قبله هو مجرد يعني أمطيك فالتوسع أكبر للحشي اللي حتينه فوق احنا ش حتينه فوق قلنا أنه أنزيم ده يتفاعل و substrate و substrate عده أمينه ولو كاربوني القروب رجع جوا وقل لك ها آني الانزيم عده لايسين غزجه تمام يعني عم وجودة بلايسين واللايسين ب primary amine احنا من البداية قلنا أصلاً شيف بيز لازم primary amine يتفاعل تمام هيتفاعل و substrate و substrate عده 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 كاربوني القروب تمام يعني هيطلع لك amine or shift base وفضت راحت يقول لك more over some shift bases where exhibit antibiotic antiviral antitumor تمام يعني هاي تومة تروح تقول لها antibiotic antitumor antiviral تمام because of their specific structure يعني يعني هذا الجزمة shift base او الايمين حلقها بالantibiotic و antiviral و antitumor agent و اعيه وراها دي يقول لك انه اوني من ناحية structure هو هاذه shift base اللي نفس الوقت اسميه ايمين ونفس الوقت اسميه ازوميثين تمام دي يقول لك هذا يشابه منه يقول لك هذا analog of ketone or aldehyde احنا الكيتون والالضيهاد نذكرها شنو هي هي c double bond او r و h او h او r او r تمام طبعا يقول لك انه هذا الشيف بايس هو مشابه للشنو للالضيهاد والكيتون الشون ادي r 1 و r 2 مرتبطات بالc تمام والc عده double bond و l n والعن عده ارتباط بالr 3 طبعا يقول لك انه الر 1 والr 2 والr 3 يكون لهم ممكن يكون الكيل او ممكن يكون اريل. تمام عيني? فانت شلو شلو يحتاج تفهم? يحتاج تفهم انه الايمين او الازوميثين او شيف بيس هو كتركيب كيميائي يعني لا كتركيب يعني تمام يعني يعني تركيب ما ادري ما اعرف شو انا اقول الكلمة بالعربي ثقافتي بريطاني يعذروني. من ناحية مشابه للشسمة الالدهاد والكيتون شو مشابه? احنا نتذكر لما انا اجي اقول لك الديهاد. اتا حتقول لي ار سي دابل بوند او. اوكي? ووراها اي شسمة? اجلو ار. فهذا هنا عدي ارب ار سي دابل بوند. بس ما عندي او عدي ان. والان بها ارلوخ. تمام? وهذا ان الارات كلهم ممكن تكون الكيل وممكن تكون عريل. التفقين. اهنا انا شدي سيقول لك? ده يقول لك شيف بيس? اللي قاند هو شنو? احنا اذا نتذكر كيميائي التنازقية اللي اخذناها بالسادس. يقول لك اللي قاند هو مركب عدة قابلية انه يشاير بيروف الكترونز واحدة او اكثر. وهي متل ايون او ذرة مركزية انا مو يتكون للكمتلكس والكمتلكس يكون ثابت. تمام عيني? فهنا انا اقول لك شيف بيس اللي قاندز يعني اللي قاند اللي هو شيف بيس اللي هو يقدر يضطيه فيرف اليكترونز. ار اسنشال ان دفيل دوف كوردينيشن كيمستري. يعني انا بالكيميائي التناسقية الشيف بيس اللي قاندز مهمة. تمام? يعني يعني هي اللي قاندز كلها مهمة. بس هي شيف بيس اللي قاندز مهمة بالتحديد. especially in the development of complexes of شيف بيس. وش هي اكيد اذا شيف بيس اللي قاندز حيكون لك شيف بيس كمبلكس. تمام? because these compounds are potentially capable of forming stable complexes with metal ions where are maybe an ankle or are a regroup. يعني ده يقول لك انه هذا اني شيف بيس اللي قاندز عدها قابلية انه تكون ويه الذرة المركزية اللي هي متل. تمام? اه تكون لك في ال destable complex. والار ممكن تكون على الكيل اواري. الار ممكن تكون على الكيل اواري. هاي معلومة ذكرناها سابقا. يعني احنا شو نفتهم من هاي الفقرة اللي هي طويلة عريضة. مجرد تفتهم انه شيف بيس اللي قاندز مهمة وتكون لك محاقدات تناسقية مستقرة. فاضت راحت. تمام عيني? بالنسبة للفقرة الثانية يقول لك ببساطة. انه اللي تحتوي على اريل يعني حلقة اروماتية. الثباتية ما لسه تكون اكثر بكثير من الشيف بيس اللي يحتوي على الكيل يعني مو حلقة عروماتية يعني الهاي وهي سي اتشي ثري سي اشتو سي اشتو سي اشتو او وتابر تمام? اه يعني شنو السبب اذا واحد قل لك يا شنو السبب انه هذا أبو الحلقة الأروماتية دي يكون أكثر تباتا من أبو المو أروماتية أو يعني الكيل وتقول لي يا بابا أنا هنا عدي رزونانس وعدي كونجيكيشن وهذا الريزونانس والكونجيكيشن اللي هي من صفات الحلقات الأروماتية يطي ثباتية بشكل أكبر تمام يعني؟ يقول لك شيف بيسز أوف أليفاتيك ألديهايد الرلاتيفلي انستيبل أندراد لي بوليمرايزابل تمام؟ while those of aromatic aldehyde having effective conjugation are more stable يعني ش دي يقول لك هنا أنا عدي رجعي يقول لك أنه أنا الأليفاتيك تمام حتكون مو ستيبل بس الأروماتيك هي أكثر ستيبل تمام يعني؟ والألديهايد دي يحتي بخصوص الألديهايد تمام؟ يعني ملخص بسيطة لهذه الصفحة الأليفاتيك أكثر ستيبل من الأروماتيك والأليفاتيك أكثر ستيبل من الأروماتيك والألديهايد أكثر ستيبل من الأروماتيك والألديهايد وإلى الجسمة الشي بيسلي جانت مهمة بالكيمياء التناسقية لأن حتطيق كونفلكس ثابت كونفلكس مستقر وفضت راحت أحنا نتذكر بالتفاعلات الإنقاسية بالسادس أعدادي نتذكر شنو؟ يقول لك إنه إذا النواتج بالتفاعلات الإنقاسية إذا النواتج أخذت من عدهة يعني إتسحبت من النواتج فالتفاعل حيتوجه بصورة أكبر للنواتج على مودي يسوي بلانس فهنا أنا شدي يقول لك؟ يقول لك The Formation Formation يقصد شنو؟ Formation of chief basis تمام؟ To the completion by separation of the product or removal of water or both يعني شنو؟ يعني إنت الناتج ما التفاعل ماتك ما synthesis ما الشيف basis يحتوي على product اللي هو الشيف basis والواتر فإذا تريد توجه التفاعل للcompletion تريد توجهه باتجاه النواتج حتسحب الproduct تفصله أو تسحب الماء أو تسحبهم واثنيناتهم بهاي الطريقة تحت وجه التفاعل نحو النواتج بالتالي حيصير completion ويقول لك Many chief basis can be hydrolyzed back to their aldehydes or ketones and amines by aqueous acid or base يعني إنت إذا تريد ترجع الأصلة أصلة هو شنو؟ أحنا قلنا كاربونين compound ويا أمين وبرايمير أمين مو أي أمين تمام؟ فالكاربونين هو aldehyde أو ketones فيقول لك إنت ممكن ترجع الشيف بيس الأصلة من خلال شنو؟ من خلال أنه تجيب aqueous acid or base aqueous acid or base سيساعدك أنه ترجع الناتج ماتتك للأصل مات الأصل مات شنو؟ كاربوني الكمباند و برايميري أمين تمام يعني؟ بالنسبة للفقرة الثانية يقول لك the reaction of aldehyde with amine track is the most common reaction to synthesize compound شيف بيس الأول أمين أمين are formed and inversible طبعا إحنا بالبداية ذكرنا أنه إذا أعني أسحب ودي أرجع التفاعل هذا حيدل على أن التفاعل تفاعل الناكاسي تمام؟ وأني شنو أكثر تفاعل مشهور أكون بي الشيف بيس أو الأمين أو الأزوميثين هو من خلال أنه أنا أفاعل الالدهايد ويه الأمين درق تمام؟ طبعا الالدهايد أفضل على الكيتون طمام معيني؟ فأفاعل الالدهايد ويه الأمين درق أحصل الشيف بيس ماتي أو أحصل الأمين ماتي أو لازوم يثيم ماتي ثلاثة نفس الشي نانا طبعا راجع ذاكر لك المعلومات من السلايدي اللي فات بس يعني حتى نفس العبارة نفس كل شي مجرد مزود عليها الرياكشن ماتي تمام؟ قائل لك أنه أنا أعدي أضي هذا وكيتون دي تفعل ويه أفرايمري أمين هاي منتهي من عدها يطلق لك كاربينول أمين كاربينول أمين شنو؟ يعني أنا أعدي أر سي أر وأو أج فوق وأن أج أر جوه يعني تأصفن لها إتا عدك هذا أمين أن أج تو أر تمام؟ فوحدة من الأجات ما لأن أج تو حتروح على أو تقعدين ما فصار أو أج بقطع الدكشن ون أج أر فالن أج أر حتروح على الكاربوني تمام؟ ونروح الدبل بوند ما لأو هاي منتهي من عدها ممكن يصير رفيرسابل شي سوي هاذه الأو أج الفوقانية تأخذ أج من جوه من الن أج أر تمام؟ فحتصير أج تو تنفس الووتر ويصير أن دبل يعني شي دبل بوند أن أر تمام معيني؟ اللي هو أيمين آزوميثين شيف بيس كل نسمي نفس الشيء شكرا أنا ما أريد أدوغكم بهذا السلايد لأن ما أكو باكم سكيم فما تقدر تربط لأنني بس حس أولفلك ويتم أحا تربط أو إنتي ما أحا تربطين زيان ما نريد نبطهتكم بس مجرد يعني المعلومات يجي مجرد نكررها أنه أنا عدي أمينو ألكوهول أو كاربينو الأمين يعني هذا المركب الوسطي نسمي كاربينو الأمين أو أمينو ألكوهول تمام؟ طبعا شنو سالو في اللغة سالو في أن أخذ أن الكاتلست اللي يدخل لازم يرد يطلع حال ينتهي من أدهي وأني عدي أسد كاتلست في هذا التفاعل فهو أج حي يدخل أج يرد يطلع تمام؟ والشارح المنفصل يكون بحيثوا أن تفتهمون بصورة أكبر تمام معيني؟ طبعا المعلومة الأخرى المعلومة الأخرى المعلومة الأخرى اللي نسيت أذكرها أن الخطوة الأولى هي أن ينكلف لك عدشان تمام؟ أحنا شنو لاحظنا لاحظنا أنه أنا بالتكوين مالي شف بيس إيش دي يصير أكو هذا المركب الوسطي اللي سميناه كاربينول أمين تمام؟ فهذا الكاربينول أمين دي سير ديهايدريشن شنو ديهايدريشن يعني سحب الجزية الماء شو مسحب الجزية الماء؟ قلنا لو أج الفوغانية حتأخذ أج حصير أشتوقه حتطلع الأج الجوانية حتولي هيا طلع الأسد اللي دخل طلع فضت راحت فهي ديهايدريشن تمام؟ فهذا خطوة الديهايدريشن هي يعني هي هاي الخطوة المحددة لسرعة التفاعل متفقين متفقين لهذا طبعا ويقول لك يعني لهذا أنا أس أسوي هذا التفاعل بظروف حاموضية ليش ظروف حاموضية؟ على موهد الأو أج تأخذ أج وتسوي لي أج دو أو يتفضني والأج الجوانية تطلع على موهد تطيني الأج اللي أنا طيت هي تمام عيني؟ اه يجي يقول لك الرغم من أنه أنا أفضل أنه أسوي التفاعل ببيعة حاموضية بس أنا ما أفضل أنه أسوي ببيعة حاموضية قوية يعني أنا ما أحط حاموض قوي زين شلو السبب؟ يقول لك هذا الكاربينول أمين هو بيسك كومباوند هو مركب قاعدي زين إذا إنت حطيت حاموض قوي تمام؟ فإنت إنت لازم تركز أنه هذا الحاموض القوي حيروح على القائدة حيشوي لي ملح حيخربوا الأمة العربية كلهم فما يفيدني هذا الأمر أنا لازم أخليه أوكي خليه حاموضي بس أخليه درجة بسيطة ما يضلي ألسيديك بي أج تمام يعني؟ فهو أجده يقول لك هنا إذا أمين أمين بروتونات ونجده نان نيكليوفيليك تمام؟ يعني هذا الكاربينول أمين إذا أصبح لها بروتوناتشن بالغلط من قبل شنو؟ من قبل البيئة الحاموضية تحاط حاموض عالم ودي سهل لك التفاعل فإذا أصبح لها بروتوناتشن حيصن نيكليوفيليك تمام؟ وإنكليبريم يعني حترجع للأصل تمام؟ لما هترجع للأصل الكاربينول أمين محيتكون إذا الكاربينول أمين محيتكون ما حيصير امين محيصير امين ما تتكونني المركب اللي أنا أريده من الأصل اللي هو κ Luther تمام؟ خلني نرجع نعيد قاني المركب الوسط relationship هو شنوه؟ هو الكاربينول أمين الكاربينول أمين على مودي bracelets اللي أنا أريده لازم اصنع اله فوغونية ماتة حتأخذ H من الكتلسط ماتي اللي هو أسد تمام تكون اللي أشتوعه تطلع الانتعار اللي جوه تطلع من عدها اج عمد أحصل الكتلست اللي أنا أطيت هيه تمام فأني أفضل أنه تكون البيئة حمضية انتي هنا من عدها زين يقول لك أنا ما أقدر أسويها حمضية بشكل قوي ليش ما أقدر أسويها حمضية بشكل قوي لأن الكارفينول أمين هيزر لها بروتونيشن لما يصير لها بروتونيشن التفاعل حينسحب نحو اليسار حيصير نان نيوكلوفيلك لما ينسحب نحو اليسار يعني حيرجع للأصل لما يرجع للأصل حيقل التكوين ما الكارفينول أمين الكارفينول أمين إذا قل يعني حيقل الناتج اللي أنا أريده لهذا أنا ما أفضل أنه تكون بيئة حمضية قوية إذا ما حفظت ألطم يابا هنا يعني الميكانيزم شرحناه وفصخناه وافتهمناه بس خلي نرجع حينسا وإلى هيتي رفرش سريع أدك أنشته ويا طابة خضرة طابة خضرة يعني عارض لدوهم بيه تمام فهذا حيجي يهجم على شنو يهجم علي الألضيهاد ماتي هنا مستخدم الألضيهاد واطعنا نحن نفضل الألضيهاد على الكيتون تمام فلما يرتبط حطير الدبل بوند أو تبقى بس بوند أو تمام حيصير بروتون ترانسفير بروتون ترانسفير من شنو أنشته يطيعش للو اتش يقول لي يا با هاك واخذ أخذ العو اتش تمام عيني لما أخذ العو اتش صارت العو اتش فاش بقالي الانشته ار صار انش ار تمام حيجي لي يدخلي الأسد طبا بخير يقول لي يا با يتا مو اتش دهاك اتش له وصير اتش تو واطفر اتزح لك وهو مايفي يتزح لك بساخ تمام فحياخذ الأتش الو اتش حياخذ الأتش ويتزح لك شيبقى عدي يبقى عدي الحلقة الأرماتية عفوه الاخ عفوه تمام والانش ار تمام زيناني مارد هانش ار شو هاي طويلة اريدها ان ار يابد دلل سهلة طبعا حيطلع لاش تو وطلع لاش توفانا هاك بقى عدي بقى عدي انش ار وحلقة أرماتية و سي و يا اتش. في يجيك يقول لك يا ابا انت ال اتش هم تزح لك. ليش تزح لك. على ما تطيني ال اتش اللي يعني الطيكية شنو هو التفكيفك. هتاني الطيك اتش وتاكلها عليها الطينية. ياخذها من عدة. فحيطلع لي الناتج النهائي اللي هو الايمين او الشيف بيس او الآزومي فيه. تمام. ف ايهاي. انتوا بس حفظوا ان اسد كتالايزد. وما المفروض تكون بي اج زايدة. و و بي اج زايدة. ما المفروض تكون بي اج حاموضية زيادة على اللزوم. وفضلت راحت. احلى اذا تذكرون قبل كم سلايدش ذكرنا. ذكرنا انه انا افاعل كربونيل كمباند ويعمين ادرق. على مودة احصل على الناتج ماتي. فهو هنا انا مطيك مثال على الامين ادرق دي يتفاعل ويالديهايد. انا شنو الشيف بيس او الايمين او الازوميثيل. تمام. فانو انا اعدي الاموكسيسيلين اشارت لكم على اللي هو هيكون متفاعل. ودي يتفاعل ويالبنزالديهايد. اشارت لكم على الالديهايد اللي حيتفاعل. ويطلع لي الشيف بيس. واشارت لكم على النايتروجينة اللي هي الدول على الشيف بيس والدبل بوند مبيني يمهم. تمام يعني? فهو نفس الميكانزم نفس التفاعل نفس كل شي نفس البيان الحمضين نفس الديهايدريشن نفس الاسد كتن كل شي نفس الشي. مجرد ذا كل لكم مثال عملي مثال موجود بالبيان الواقعية. انو انو عني عندي اموكسيسيلين و بنزالديهايد فاعلت مسوية حصلت شنو حصيت الشيف بيس اللي هو مثال على الماتي المدرشينية. اوكي يعني كل شي ما ادري يعني. طبعا هنا الفروسيجر ماتي قد يقول لك انو تحط نصف ملو من البنزالديهايد يعني هذا متفاعل. وضيف له 2.5 ملو من الايثانون. الايثانون هو المذيب من البنزالديهايد. تمام عيني? حط 500 ميلي جرام من الاموكسيسيلين بالروند فلاسك. يعني نفس الروند فلاك تجيب اموكسيسيلين 500 ميلي جرام وحطها. تمام? وضيف له two drops of glacial acetiac acid للأغلى اثناء هذا الروند فلاك هائه ل tenure. تمام عيني? heating and stirring 10 منUT. الكتيجر محطة مجموعة على الورو. يعني سألت لما تجي تصفن على البروسيجر تفهم انه شنية المواد المتفاعلة البنزلدهاد والأموكسسينين ليش استخدمت إيثانا انا دعم نستخدم إيثانا نعيد كمعدة مذيبة لش استخدمت غلايش الاسودكاسد عندي طيب بيع الحامضية اللي اريدها تماميني وها هيا طبعا بالنسبة لهاي الأسئلة كلها جوابناها الشيف بيس ليش مهمة لان انا انا لقاها بايولوجيكا لا ادري شنو ألقاها بالانزيمات والصبغات والسوالف وانتي بايرال وانتي باكتيريال وانتي تومر تمام تمام والار الكيلواريل احنا قلنا نفضل العريل ليش لاني يسر لكون جيشين لاني يسر لرزيننس لانهوك ونثابت اكبر اكثر تمام عيني والريت دي ترمينيق ستب هي الديهايدريشن تمام ويوز اتشيال انفورميشن لاني نستخدم الاتشيال عملي الطيني بيع حامضية عند يسر لبروتونيشن عادي يسر لديهايدريشن تمام و الى هنا وتنتهي عشرتكم لا لا مو مو حلوة حلوة لطيفة يعني هو هاي نختم الكورس العملي بهذا السلايد شكرا ليسر لإستماعكم وانتباهكم شكرا لكلامكم اللطيف اذا عطيتوني كلام لا تدطوني كلام لا تنف و ان شاء الله يا رب انه تحصلون اعلى الدرجات وتكونون مرتاحين حتى ما ما حصلتوا على الدرجات خلصنا هذا الكورس إن شاء الله بخير وسلامة ويا رب أنه نكون الدينة المهمة بصورة جيدة عذرونا على التقصير جداً عذرونا على التقصير خصوصاً المختبرين ما ذهي ثلاث مختبرات اللي ما شرحته بس كانت فترة يعني مو كلش بالنسبة لي ربي يوفقكم ويرزقكم من أوسع بوابه وما يفارق السعادة عنكم كل التوفيق يا رب